مشاهدنا من هذا الموضوع سنمشي بالموضوع آخر و سنمشي بكم الفرنسا و سنمشي بكم القارة العجوز الجراحة التجميلية هي طب و مجال خاص أبان على الأهمية دياله و أبان على التأثير دياله في الإنسانية منذ قرون و خاصة في نهاية القرن العشرين و خاصة أثناء الحرب العالمية الأولى مما أنتجته من ضحايا بالملايين لف صفوف الجنود و لف صفوف المدنيين فتدخلت الجراحة التجميلية لكي ترمم ما يمكن ترميمه صراحة الجراحة الجميلية عاونت بزاف ديالناس أنا ذاك و خاصة في الحرب العالمية هناك من بطرت قدمه هناك من بطرت يداه هناك من تشوه وجهه فتدخلت الجراحة كما قلنا الجميلية باش ترمم أشياء و ترجع لابتسامة على أسر الضحايا كانت تجرى مئات عمليات التجميل أنا ذاك في الحرب العالمية اللولى و الأطباء أبانوا على العلو ديال القدم ديالهم من ذاك نهار و الجراحة التجميلية هي مجال الأكتر إقبالا في العالم ما الشيغل الحرب العالمية يا حسين إنما أيضا مشاهدين منذ ألاف سنين الحضارة المصرية حتى كانت تهتم بالجراحة التجميلية فهم كانوا يقومون بمجموعة من عمليات التجميل على الوجه تشويها ديالوجه تشويها ديالأنف لكن ما كانوا يقوموا بها على الأحياء لأنهم كانوا يؤمنون و أنت تعرفت القضية كانوا يؤمنون بحياة ما بعد الموت لأنهم كانوا يقولون أن الإنسان سوف يبعت بالصفة التي مات فيها فكانوا يجيروا مجموعة من العمليات هذا المجال حسين طور مع تطور الوقت و مع تطور الزمن فشحال من شخص للجراحة التجميلية رجعت للابتسامة ديالو من الناس من خلق بداء لم يجد مشاهدين له دواء تشوهات لنشوفوا الفيديو لتصور عفوا الآن مثلا شباب و أطفال أفارقة و في مختلف قارات العالم خلقوا بمشاكل في الجسم ديالو لم يجدوا لها دواء فتدخلت الجراحة التجميلية من أجل أنها ترجع البسمة على الأسر ديالو و إلى هذا النسادو هذه متلازمة سميتة متلازمة كروز معروفة بزاف أو لا كروزن متلازمة كروزن هي متلازمة شهورة و معروفة كتجي عند بعض الأطفال لكن الآن العلم والجراحة التجميلية قدرت أنها تصلح هذه المشاكل التي تخلق مع الإنسان هذه كساح ولكن شيئا بزاف من الأمور و من الأمور الجميلة في الجراحة الجميلية أنها ترجع الأمل للإنسان نعم والبسمة والبسمة تخيل معي حسين وتخيل معي مشاهدين هذا المجال بالعظمة ديالو بالجلال القدر ديالو هذا المجال ديال الجراحة الجميلية أنا نسخره هذا المرة ليس شيء في خدمة البشرية بل العكس أنا ننشوه الخلقة اللي خلقنا بها الله و خلقنا عليها الله عز وجل صح يئما كنكونوا مهووسين بشيء معين يئما مهووسين بشيء شخصية معينة بستار معين مهووسين بشيء رسوم متحركة مهووسين بسكال الفضاء أو نؤمن بوجود كائنات فضائية نؤمن أننا بغي نولي وبحش حيوان معين هناك أناس وصل بهم الهووس أن يتشبهوا بالحيوانات واحد الشاب الاسم دياله أنطوني لوفريدو اللي السن دياله 32 سنة وهذا وقف سيواليد الصورة باش يشبعوا من المشاهدين لكي تروا أن الهووس إلى أين يوصلنا مشاهدنا شوفنا الصورة مجموعين حسين نمشوا نشوفوا الفيديو خلقه الله فأحسن صورته مستعد أنك تشوف الفيديو اللي مجي سنصدموا جميعا نشوفوا الفيديو مشاهدين مجموعة من ناس مشاهدين مجموعة من ناس كي سقسي وعلاش الناس كي قوموا بهذه العمليات هذه أنا أحترم أنا أحترم كل التوجهات شخصيا أحترم كل آراء هو الجسم دياله هو حر فيه هاد الجراحة أجريت في برشلونة لأن فرنسا تحرم حسين هاد الأنواع ديال العمليات لأنها تشكل خطر على الناس أثناء الأداء دياله وزائد عرفتي شحل مكلف هاد شا حسين يكلف ملايين دولارات إلى بغيت تقولي بحل هاد سيدا دا هاد سيد مهووسة حسين بالكائنات الفضائية وقال بفمه أنا أريد أن أخرج عن النمط الاعتيادي للجسم البشري العادي قسم اللسان دياله وحيد الأدن دياله وعمل تطو في العين دياله هاد شي كامل باش يشبه الكائنات الفضائية وباش يكون مميز والناس كي تصوروا معه في برشلونة نشفوه برشلونة وقد نشوفوها في التعليق نشفوه في برشلونة تصوروا معه هدروا معه تواصلوا معه قال لك إنسان رائع إنسان جميل فنشوفوه في التعليق قالت الليدي أو لا الليدي هينو الحمد لله على نعمة الإيمان الفراغ النفسي يقدر يدير كتر من هذا الشي سوزا قالت الحمد لله على نعمة الإسلام والله يهدي حتراه طال زمانه لأقصر غادي يندم على هذا القرار اللي صعيب بزاف بحال إيلا حكمتي على رأسك بالموت كتشوف سوزا الأمر من هاد ناحية هدي أني فعل قالت صراحة ما عرفتش آش غادي نقول ولكن هاد الولد بقى فيه بزاف وخاء هو بهذا المنظر ولكن من الدخل ديالو راح بين فعله دريف وطيب بزاف وما نقول غير الله هدينا كاملين أصافي فويجيا قال أو فويجيا حميد قال أنني رأيته في برشلونة تحديدا في كتالونيا وأخافني بمظهره لكنه إنسان وقور جدا للأسف لا نملكه إلا أن نتأسف إلا أن نتأسف على أي لكن ما قلت هي حرية شخصية ذات هذه شخص الأمور هو بحالك ذات هذه ولكن ولكن غالبا عندما الاستثناء المخالف للقاعدة دائما يكون محطة استغراب ودائما تكون مرفوض لأنه استثناء خاصة ما ليسا تكون شي أمور بحالك مرتبطة بهذه الأمور المرعبة بهذه الأمور المقلقة بهذه الأمور فأنت خالفت القاعدة ويت تكون ناكست خاتي غاز وخالفت القاعدة الإنسانية والبشرية فصعب أنك تكون ما حتى تقبل من الجميع صعب صعب جدا لأنه خالفت القاعدة ليس دائما الاستثناء جميل وطيب لا مشاهدين تحليلا أنا كنت تبعت 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 في الإنستغرام وتبعت في الغازو وشوف التعليق حسين يقول أن هذا النوع الذي يقوم بهذه الأشياء في الجسم هاتش كيقدر يكون نفسي عنده تأثيرات نفسية بحل يقولتي إما هوس إما كيجي عن طفولة عاشة في شكل إما إيمانه بشي أشياء اللي كتكون غريبة وخارجة على الاعتيادي فنسأل الله السلامة والعافية الأبناء دينا والمشاهدين دينا